أنا أسميه موسم الصياح يعني أخوان تشربنا الخسائر تشربنا الهزائم يعني الصراحة أنا أسميه الصياح وثم الصياح ثم الصياح يعني أنا أقول لك بكل صراحة النصر يعيش مرحلة فراق فنية إدارية على كهادر الطبي على مسؤول اللاعبين عمل أشوائي من بداية الموسم عمل أشوائي كل العندية تتعاقد مع العنصر الأجنبي من أجل نقاط تقوية نقاط ضعفة إلا إدارة نادي النصر تتعاقد مع العنصر الأجنبي من أجل هزيمة المنافس لا أكثر ولا أقل رقمنا ما يحتاجون صفقة موري سيئة أنس المو سيئة لاعب متواضع جيد لا أكثر لاعب كيف يفرسل الحمد لله بعقلية الأنى ومبعدي الطوفان سيئ من بداية الموسم محمد القاسم صفقة فاشلة سامي النجعي لاعب جيد لا أكثر ولا أقل ولكن تم تضخيمه سليهم ما راح يبني لك منظومة قوية بسليهم فنان مع الكورة ولكن ما راح يبني لك منظومة قوية ومنظومة هجومية سريعة لأنه يعك في الكورة يعك في الكورة لذلك بعد الشباب فيه أشياء فيه أشوائية فيه أشوائية فيه سواجيه في المعايير رئيسنا محترامي وحبي له أكثر شخص يحب الظهور الإعلامي التصوير التغريدات الظهور في البرامج واخرته طلع لي في الملعب في مكرافون ويقول أنتم اللي حضروا التدريبات أنتم جمهور نصر أوفية تبيد هذا هو من أوفية خل جمهور نصر يحضر في الملعب مرسول بارك مجانا هذا هو الأفاو هذا هو الأفاو لا تبعون كلام لا تبعون أوهام على جمهور نادي النصر لأن عامل عشوائي عامل عشوائي فعلا يا أخوان لنمتكلم عامل عشوائي العام ماضي خسرنا آسيا وطلعوا بعض المطبلية المنتفعين نحن نثق في الإدار نحن نثق النصر بمن حضر النصر بمن حضر قال المرحوم عبد الرحام بن سعود أيام ما فيه احتراف في هذا الزمن انتهت هذه المقولة من سنوات انتهت إذا ما عندك تخطيط استراتيجية عندك دعم مالي فكر إداري ما رح تنجح ما رح تنجح يخوان خلكم صادقين يخوان وجهوا الحقيقة العام ماضي خرجنا من آسيا وحققنا السادس هذا العام خرجنا من آسيا وما فيه أي طموح ما فيه عمل عشوائي من إدارة كل شيء ولكن رح نقف مع النصر مشكلة النصر هو عشق السلام عليكم